مجهزة العاشرة من الو تي في أهلا بكم أشارت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى أنها أجرت اتصالا بناء مع رئيس الحكومة حسن دياب خصصا لمناقشة الخطة الاقتصادية للحكومة والتي تعتبر خطوة مهمة نحو الأمام وأكدت أنها توافقت مع دياب على أن يبدأ فريقا صندوق الحكومة اللبنانية البحث في الإصلاحات الأهم التي تؤمن الاستدامة وإعادة الاستقرار والنمو في لبنان ولمصلحة اللبنانيين استدعى وزير الخارجية والمغتربين نصف حتى سفير ألمانيا جورج بيردلين واستوضحه حول القرار الذي اتخذه البرلمان الألماني بشأن حزب الله وأوضح السفير الألماني أن القرار متخذ منذ فترة وقد دخل حيز التنفيذ مؤخرا وقد وضع بعض المسؤولين بمحتوى مؤكدا أن القرار لا يصنف حزب الله إرهابيا إنما يحضر نشاطاته على الأراضي الألمانية بدوره أكد الوزير حتي على موقف لبنان المبدئي من أن حزب الله مكون سياسي أساسي في لبنان ويمثل شريحة واسعة من الشعب اللبناني وجزء من البرلمان اللبناني لفت وزير الصحة العام حمد حسن في تغريدة صباحية عبر توتر إلى أنه رغم تعدد السيناريوهات الكارثية عن وباء كورونا في بدايته يكثر الحديث عن الموجة الثانية وسودوية المشهد ولذا أؤكد أننا كما بالوعي والتعاون ربحنا الرهانة الأول سنجتاز التحدي القادم بالتزامنا بفك قيود التعب العامة تدريجيا وهنا نشير إلى أنه بعد قليل يبدأ اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدة للبحث في التعب العامة قبل ساعة تقريبا من جلسة مجلس الوزراء التي تعقد أيضا في بعبدة لفتت صحيفة الجمهورية إلى أن أجواء عين التيني تعكس أن رئيس المجلس النيابين بيهبر وبمعز العامة تتضمنه الخطة الاقتصادية من إيجابيات أو سلبيات يقاربها من زاوية أن إنجازها من قبل الحكومة لا يعني نهاية المطاف بل من الآن فصاعدا يفترض أن يبدأ الشغل الجدي وبحسب أجواء عين التيني فأن الخطة لم تلحظ كيفية توفير الحماية الاجتماعية الآنية للناس مشيرة إلى أنه من الآن وحتى بدء التفاوض مع صندوق النقد وحتى الوصول إلى نتائج هناك فترة زمنية قد لا تكون قصيرة ربما لأشهر أو أكثر فخلال هذه الفترة ماذا ستفعل الحكومة اللبنانية لتسجع الناس خصوصا أن كل لبنانيين تقريبا أصبحوا تحت خط الفقر ولفتت المعلومات إلى أن رئيس المجلس يضع الخطة تحت مجهره وخصوصا حيال ما إذا كانت تتضمن أي مفردات أو مسالك مرئية أو غير مرئية تؤدي إلى خسارة المدعين لأموالهم فهذا أمر مرفوض بل لا بد من أن تعود هذه الأموال إلى أصحابها وبحسب هذه المعلومات فأن الرئيس بر يحث على اتخاذ إجراء سريع وواضح من شأنها يحفظ أموال المدعين ويطمئنهم جديا بأن أموالهم ستعود إليهم في نهاية المطاف كما أنه من الضروري تلمس جدية سريعة في الإصلاحات وخصوصا في أكثر من أمور لسيما مكافحة الفساد أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كانعان أن لجنة المال وضعت الخطة الاقتصادية على طاولة المجلس التنفيذي مع همها الأول الحفاظ على وداع اللبنانيين وتوزيع الأعباء على الدولة ومصرف لبنان والمصارف وإعادة تقييم ما سمي بالخسائر غير المحققة بعد الاجتماع المقبل لجنة المال والموازنة سيضم الهيئات الاقتصادية والنقابات بعد الانتهاء من أسئلة النواب بهدف الوصول إلى قواسم مشتركة تضع إطارا تنفيذيا إنقاذيا وتعدل بعض مضامين الخطة مع هذا الخبر نأتي إلى ختام موجز العشرة نعود إلى زميلة باسكال لمتابعة يوم جديد